شكرا للزميلة العزيزة الكابتن تامر سقر وبرحب بكل مشاهدي تايم سبورتز في كل مكان هنا من استاد الجونة قبيل انطلاق مباراة نادي الجونة وطلائع الجيش في البداية خليني اقول لحضراتكم وان ايه لحضراتكم الاجواء هنا عاملة ازاي طبعا الاجواء هنا اكثر من رائعة حالة التقص جميلة جدا الجو مشمس بشكل رائع في البداية لو هنتكلم على اخر اخبار واستعدادات الفرقين فهنتكلم في البداية طبعا عن اخبار اصحاب الارض نادي الجونة النهاردة اللي بيدخل مباراة اليوم وهو في حالة حماس كبيرة جدا ودفع معنا وهي رائعة عقب طبعا الفوز اللي حققه نادي الجونة امام نادي بيرمدز وكان سبب في اقالة سباستيان دي صبر المدير الفني لنادي بيرمدز كابتن ريدا شحيتا كان بيأكد لي ان هو بيتعامل مع اللاعبين بشكل نفسي كبير جدا وانه هو في المحاضرة الفنية قبيل انطلاق المباراة كان بيستفز اللعيبة بشكل كبير عشان يخرجوا افضل ما لديهم خصوصا ان هذه المباراة بتعد هامة جدا لي نادي الجونة بالذات النهية على ملعبهم طبعا والاهمية لا تقل لان نادي الجونة ونادي طلاق الجيش بيتساوي في عدد النقاط فبالتأكيد هكون المعنويات مرتفعة جدا لنادي الجونة نادي الجونة النهاردة بيستعيد اكرم توفيق بعد الايقاف اللي كان تعرض ليه بسبب حصوله على الانذار الثالث ولكن بيغيب عنه محمد محسن بسبب حصوله على الانذار الثالث بشكل كبير جدا نادي الجونة النهاردة هيبتدي بنفس التشكيلة اللي بدأ بيها في مباراته السابقة امام نادي بيرامدز لو هنتكلم على الناحية الاخرى نادي طلاق الجيش بالقيادة الفنية لكابتن طارق يحيا كابتن طارق يحيا يعني فور وصول الفرقة هنا كان في حالة منه التركيز الشديد اللي واضحة على معالم جميع اللعبين وحالة منه الجدية الكبيرة جدا تحدست مع الكابتن ياسر المدرب العام لنادي طلاق الجيش وكان بيأكد ان هذه المباراة اصعب بكثير من مباراة نادي الزمالك بسبب ان الفريقين بيحصدوا منه النقاط عدد متساوي فيها النقاط وهو سبع نقاط ايضا لان هذا النتيجة وهذه المباراة ستكون فارق في جدول المسابقة بالنسبة لنادي جونة ونادي طلاق الجيش ايضا لو هنكلم حضراتكم النهاردة عن غيابات نادي طلاق الجيش فان ايه طلاق الجيش بيعاني في مركز الباك رايت بسبب اصابة الباك رايت اللي هو بوشة وسري والاتنين مش هكونوا موجودين في مباراة اليوم ايضا بيستمر غياب عمر جمال لعب نادي طلاق الجيش وايضا كابوريا زميلة العزيزة الكابتن تامر صقر دي كانت ابرز الاجواء والكواليس هنا من ملعب المباراة بالتأكيد عودة ليك مرة اخرى تفضل كابتن تامر اليك الكلمة